في إطار عمليات القمع والاضطهاد المستمرة اعتقلت أجهزة الأمن الروسية في إقليم شبه جزيرة القرم المحتل جنوب البلاد مواطنة قرمية تتارية جمعية التضامن القرمية أعلنت أن اعتقال هولسوم ألييف جاء بتهمة تأجيج أحقاد عرقية ودينية المحامي المكلف بالدفاع عن المعتقلة قال في حديث مع قناة وي تي في إن السلطات منعته من دخول بيت ألييف أثناء عملية التفتيش والاعتقال لا يعطون للناس أي نسخ لا عن محضر التفتيش ولا عن القرار ويبدو أنهم سيقودون هولسوم ألييف إلى لجنة التحقيق ومن غير المعروف حتى الآن في أي منطقة وأي مدينة سيكون ذلك كما لا يسمحون للمحامي بمقابلتها أيضا